من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يحنى الذي بشر العالم بالحياة فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا قال الرب يسوع من يؤمن بي فما بي يؤمن بل بمن أرسلني ومن يراني يرى من أرسلني أنا جئت نورا إلى العالم لكي لا يبقى في الظلام كل مؤمن بي فمن سمع أقوالي ولم يحفظها فأنا لا أدينه لأني ما جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم حقا والأمان لجميعكم أخوة الأحبة الله معكم مستمعين عبر إذاعة صوت المحبة ومشاهدينا عبر تشاريتي تيفي بهالسلسلة التأملات اللي نحن بعدنا مكملين فيها بهذا الأسبوع أسبوع نسب يسوع حتى نحضر حالنا لعيد الميلاد ومع كل الظروف اللي بعدنا عم نعيشها اليوم سر التجسد أخوة الأحبة هو التأكيد أن الرب بعده موجود ورح يبقى للأبد موجود معنا بحياتنا بيومياتنا بكل أهدافنا ومستقبلنا ومشاريعنا وأكيد من دون أي تطفل أو فرد الزيت علينا اليوم الرب يسوع بهالليلة رح يكون عميولة الطفل ومتل ما الطفل بيوصل عند أهله مش هو بيفرض حاله على أهله ولكن أهله بيدعوه حتى ليسير بحياتهم كمان الرب يسوع الليلة عميولة الطفل حتى مش يفرض حاله علينا ولكن نطرنا حتى نحن ندعي على قلب حياتنا اليوم قرينا سوى مشهد من إنجيل يحنى الفصل 12 من الآية 44 لل47 وبالرغم من أنه هيدا النص من الآية صغير من ناحية الآيات ولكن بيحمل بقلبه معين كتير وخاصة أنه بلخص لنا هدف الله بسر التجسد ولاش تجسد على الأرض فإذا الهدف الأول من تجسد الرب يسوع هو الإيمان بالقاب كلمة كبيرة صحيح وبتحمل معاني كتير عميقة فالإيمان بالقاب أولاً بيعني الإيمان بالخلق إنه الآب هو مصدره وهو مرجعه الله خلق الكون بالمحبة ولكن الشر اللي موجود فيه مش الله هو سببه الإيمان بالقاب هو التأكيد أنه مهما كبر الإنسان ما بيقدر يوصل للرب إلا إذا الرب دعي لعنده وكشف له حقيقته الإيمان بالقاب هو التأكيد أنه كل نفس وكل لحظة نحن عم نعيشها اليوم هي بفضل رحمة الله الكبيرة وأكيد مش بفضل فضائلنا البشرية الإيمان بالقاب هو أخيراً العيش بحرية مع الرب ومش بخوف مثل شعوب العهد الأديم فإذاً أول هدف من أهداف التجسد الإيمان بالقاب تاني هدف هو رؤية القاب نقدر نشوف القاب ظهر بين القرن العاشر تقريباً والحادي عشر فكرة فلسفية بتقول أنه الله موجود وين ما كان حتى بقلب المخلوقات يعني مثلاً كان يقول هيدا الفكر أنه الشجرة فيها تكون الله أو الصخرة فيها تكون الله أو حتى الأرض فيها تكون الله ولكن بنفس الفترة الزمنية بيظهر شخصية مميزة بالكنيسة اسمها فرانسيس الأسيزة حتى تقول أنه المخلوقات هل أد حلوة وجميلة لأنه بتعكس جمال الخالق ولكن حقيقة هي بتظل مخلوقات ناقصة بتجسد المسيح بطل الله فكرة فلسفية أو قوة عظيمة خارجة عن وقعنا ولكن صار الله شخص إنسان بيفكر بيطعب بيحزن بيصلي ولكن أهم شغلة أنه هو دايماً بحالة حب فإذاً بسر التجسد إخوة الأحبة تتكسر فكرة الله اللي ما بينشاف حتى نحنا نكون عايشين مع إله حي ونقدر نشوف الآب من خلال يسوع المتجسد تالت هدف من أهداف التجسد هو التحويل الظلمة لنور ولكن بفضل الآب أنا حابب أسألكون سؤال هل شي مرة شفته صبية أو ملامح صبية قبل خمسة أيام من زواجها برجل أحلامة؟ أو شي مرة شفته ملامح إمرأة بعد فترة طويلة من الزواج تكتشف إنه حامل بأول ولد؟ أكيد فرحها وسعادتها ما بتنوصف بالرغم من إنه الزواج بعد ما تم أو الولادة بعد ما صارد بسر التجسد إخوة الأحبة الله خلق بقلب الإنسان سعادي ما حدا بيقدر يفهمه إلا اللي عم بعيش خبرة مع الرب كرمال هيك بالرغم من كل الظلمة هالإنسان اللي بعيش مع الله بيضل سعيد بيضل فرحان بيضل مبسوط وحياته بتضلم نوره إذا بتسألوني كيف الرب قادر يحول الظلمة لنور بقلكم حقيقة ما بعرف وكمانا مريم ما كانت عارفة كيف بده يتحقق وعد الله وكلام الملاك من خلاله ولكن كانت واسقة وهالسقة بدلت المأييس وحولت الظلمة لنور أما الهدف الأخير أو الرابع لسر التجسد اللي شفناه من خلال هيدا النص الخلص منعلم أوقات كتير إخوة الأحبة أولادنا ووقتا يسألونا شو عمل الله أو شو عمل حقيقة يسوع من جاوب خلصنا من الخطيئة ولكن بالحقيقة إذا بنحصره من حد عمل التجسد والخلاص بس بمفهوم الخطيئة بكون خلاص الله للإنسان صار كتير محدود ولكن بسر التجسد خلص الله الإنسان من عدم القدرة البشرية أنه يعيش معه حتى خليه بالرغم من ضعفه بالرغم من محدوديته قادر يسمع الله يشوف الله وحتى يحكي مع الله بقول النبي أشعية بالفصل 49 من سفر أشعية اليوم أشرق النور على العالم وصار الخلاص لبني البشر فإذن هالخلاص بيخلي الإنسان يبطل يكون أعمى ولكن صار قادر يشوف الحقيقة فإذن أخوة الأحبة هالنص لقريني اليوم بيلخص لنا أهداف سر التجسد اللي برجع بذكر فيهن الإيمان بالقاب الهدف الثاني رؤية القاب تحويل الظلمة لنور من خلال القاب وبالآخر أكيد الخلاص منصلي أنا وياكم أخوة الأحبة على نية كل شخص مننا اليوم بعده عم بيفتش على القاب من خلال أمور هالدني هالأمور الزيلة ومنطلب منه الليلة دخيلك يا خير إنسان الليلة فتح قلبك حتى الرب يسوع الطفل يدخل على حياتك واسمح له أنه يغير حياتك من جديد إلو المجد من هلأ وللأباد أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر